ورحمة الله وبركاته الإمارات وإسرائيل توبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون في صناعة السينما والتلفزيون أعلنت لجنة أبو زبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سامش بيجل للإنتاج السينمائي في القدس عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي تقوم على مبادئ النواية الحسنة والتعاون المشرق في مجالات السينما والتلفزيون ووفقا لبيان نشرته لجنة أبو زبي اليوم الإسنين فإنه بموجب الاتفاقية الجديدة ستعمل لجنتان المتخصصتان في مجال الأفلام على بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك يرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي وتأتي الاتفاقية عقب التوقيع الرسمي على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل في البيت الأبيض وتعليقا على الاتفاقية صرح هانز فريكن رئيس لجنة أبو زبي للأفلام بالقول سعداء بهذا التعاون التاريخي مع كل من صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سامش بيجل للإنتاج السينمائي ونحن واسقون من أن الشراقة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقا واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتلفزيوني في الإمارات من جانبها قالت ليزا شيلوخ أوزارد الرئيسة التنفيذية لصندوق السينما الإسرائيلي تقدم هذه الاتفاقية فرصة سامينة للتعاون يمكننا من خلالها التعلم والإبداع والتقارب مع جيراننا في الشرق الأوسط وبلا شك سنجد العديد من الطرق لترسيخ العمل التعاوني معا على المستويين الإبداعي والمهني بما يعود بالفائدة على الطرفين ونصت الاتفاقية على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي أقليمي سنوي يستعرض إنتاجات المبدعين من الدولتين والإنتاجات المشترقة على أن يقام بالتناوب بين أبو زبي وإسرائيل لا إله إلا الله أنت عندكوا إبداء من إمتى يا إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر